هي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اعتبرت بمثابة مخرج دستوري لعودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته بعد أزمة كادت أن تدخل البلاد في المجهول صحيح أن العودة عن الاستقالة كانت مشروطة بتكريس فعل النأي بالنفس كبند أساسي في بيان يؤكد فيه مجلس الوزراء بكل أعضائه التزامه بخطاب القسم واحترام ميثاق جامعة الدول العربية التزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية أن نأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب وعن الشؤون الداخلية للدول العربية حفاظا على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب مصادر سياسية مقربة من قوى الرابع عشر من أذار اعتبرت أن العبرة في تنفيذ ما تضمنه بيان النأي بالنفس في حين أبدى بعض الوزراء ملاحظات على مضمون هذا البيان لم أخفي شخصيا وبملاحظاتي الشخصية توجسي من هذا الاتفاق الجديد وملاحظاتي على إغفال قضية السلاح وعدم العمل على بناء دولة قوية بجيش واحد وقوي وجيش لبنان جيش الوطن وكذلك استمرار التحريض الذي تحدث عنه البيان اليوم ولكن لم يشمل الجانب الإعلامي وفي حين كشفت أوساط مقربة من حزب الله أنه جدي في الالتزام ببنود التسوية الجديدة اعتبر مراقبون أن الوثيقة الملحقة بالبيان الوزري أتت لتحدد علاقات لبنان بالجوار بشكل أكثر وضوحا هذا الالتزام الجديد ربما يفتح أفق لمرحلة جديدة في لبنان تأسس أو تعبر بلبنان إلى مرحلة الانتخابات النيابية المفترضة في شهر أيار المقبل وأعتقد أننا سنكون في مرحلة هدوء سياسي يتوجه رئيس الحكومة سعد الحريري يوم الجمعة المقبل إلى العاصمة الفرنسية على رأس وفد وزري للمشاركة في مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان دعم من شأنه أن يثبت الاستقرار السياسي والاقتصادي للبنان في المرحلة المقبلة تكشف مصادر سياسية أن التسوية الجديدة وإنحاضية بتوافق رئاسي ووزري على حد سواء إلا أنها استوجبت دعما وضمانات دولية سحر أرنقود الحرة بيروت